ربما كان سيبويه أكثر الأسماء في أذهاننا ارتباطاً باللغة العربية وعلم النحو ولو أراد أحدنا أن يبالغ في وصف سعة معرفة شخص ما في النحو لوصفه بسيبويه وعلى الرغم من شهرة هذا العالم النحوي وأهمية أعماله ومساهمته في نشأة علم النحو للغة العربية إلا أن سيبويه لم يكن عربياً وذلك ما يجهله الكثيرون من أصحاب اللسان العربي وحتى البعض من دارسين نحو واللغة فمن هو سيبويه؟ وكيف حصد هذه الشهرة كلها في علم النحو مع أنه ليس عربياً؟ هو عمر بن عثمان بن قنبر المكنة بأبي بشر ولقبه سيبويه فارسي ولد في البيضاء وهي مدينة معروفة في فارس قريبة من شيراز أما لقبه سيبويه فقد جاء من الكلمتين الفارسيتين الأولى سيب بمعنى تفاح والثانية بوا أو بوي بمعنى رائحة ليصير لقبه رائحة التفاح وقد تعددت الروايات التي تفسر سبب التسمية إلا أن أشهرها يقول إن رائحته كانت كرائحة التفاح يشتمها من يقترب منه ارتحل سيبويه إلى البصرة ونشأ فيها حيث كانت واحدة من ثلاث وجهات يقصدها طالب العلم في ذلك الزمن وهي الحجاز والكوفة والبصرة كانت البصرة أقرب إليه من الحجاز والكوفة كما أن مناخها السياسي كان ملائماً لطلب العلم عاصر سيبويه العديد من فقهاء اللغة العربية والشعراء والعلماء منهم الخليل بن أحمد الفراهيدي والحسن البصري والأصمعي وبشار بن برد وأبو النواس وكما هو حال الكثيرين من العلماء والمثقفين لم يحظى سيبويه في حياته بالتقدير والرفعة والشهرة التي نالها بعد وفاته فقد مات صغيراً إذ قدر عمره عند وفاته بـ 32 عاماً ولم يتسنى له أن يرى ثمرة كتابه وأثره على النحات واللغويين وقد ورد عن الجاح بقوله عن كتاب سيبويه لم يكتب الناس في النحو كتاباً مثله وخلاصة القول أن سيبويه ترك أثراً لا يمحي في اللغة والنحو وذلك على الرغم من أنه لم يكن عربياً ولا كان حتى من أسرة معروفة أو مشهورة هل تعرفون عالم لغويات آخر أنجز أبحاثاً وكتباً في لغة ليست لغته الأم وقدم لها ما قدمه سيبويه الفارسي للعربية؟ ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة